أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطات في إسرائيل بأن حملات الطائرات الأمريكية لن تكون قادرة على البقاء في المنطقة للأبد لحماية إسرائيل من إيران ووفقا للقناة الإسرائيلية فإن واشنطن تعارض إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت المحتملة رغم خلافاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه يجب تقليل خطر التصعيد في المنطقة وفقا للقناة ذاتها كشف تقرير في صحيفة بيلد الألمانية أنه قد تم العثور على وثيقة سرية لجهاز المخابرات العسكرية التابعة لحماس تؤكد أن الحركة لا تريد نهاية سريعة للحرب وإنما التلاعب بعائلات الرهائن الحصول على شروط أفضل في المفاوضات وبيان الصحيفة الألمانية كان قد قال أن الوثيقة قد وافق عليها السنوار في ربيع 2024 وتشير إلى تعليمات بالعمل على إرهاق الجهاز السياسي والعسكرية الإسرائيلي وزيادة الضغط الدولي على إسرائيل وأشارت إلى أن حماس لا تعتقد أن التوصل إلى نهاية سريعة للقتال هو أمر ضروري ترجمة نانسي قنقر